نتحول بملفات الرادار إلى العاصمة السودانية التي شهدت اليوم خروج تظاهرات إحياء لذكرى فضل الاعتصام فيما أغلقت السلطات عددا من الجسور وقالت السلطات إن التدابير اتخذت في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحفاظا على ممتلكاتهم وتحسبا لما يمكن أن يحدث من أعمال تخل بالأمن والسلامة العامة خلال التظاهرات خالد عويس من الخرطوم ينقل لنا ربما بعض مشاهد هذا التوتر التي حدثت اليوم تفضل خالد صحيح فضيلة خرجت مواكف الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان وخارج العاصمة السودانية أيضا شرقا في كسلة والقضارف وغربا في نيالا ووسطا في مدني والحصاحيسة هو مدن سودانية عدة في الذكرى الثالثة لفضل اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني الذي راح ضحيته أكثر من مئة قتيل حسب تقديرات مختلفة السلطات وفي إطار ما قالت إنها تدابير أمنية لحماية المواطنين وحماية الممتلكات العامة قامت بغلق جسور عدة وأبقت على جسرين فقط يربطان مدن العاصمة الثلاث مفتوحين عدا عن ذلك أيضا قامت بغلق شارع المؤدي لمطار الخرطوم وكذلك عدد من الشوارع المؤدية للقيادة العامة للجيش التظاهرات فضيلة بدأت منذ أكثر من ثلاث ساعات حتى أن بعض المحتجين هنا في الخرطوم في محطة سبعة تحديدا جنوب وسط الخرطوم أدوا صلاة الجمعة سويا في الشارع ومن بعد ذلك طبعا بدأ تنظيم الاحتجاجات واعتصام اليوم الواحد في محطة سبعة في الخرطوم الاحتجاجات فضيلة ما تزال متواصلة لم نعلم حتى الآن عن سقوط ضحايا أو اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن تم نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة والجيش في الجسور وفي الشوارع التي تؤدي للمرافق الحيوية وكذلك في منطقة جنوب وسط الخرطوم حيث موقف محطة شروني للمواصلات التي عادة ما يتوجه نحوها المحتجون في طريقهم طبعا للقصر الرئاسي لا نعلم حتى اللحظة ما إذا كان المحتجون في نيتهم التوجه اليوم أيضا للقصر الرئاسي أم لا لكن يرجح أن يبقى المحتجون في أماكنهم في منطقة جنوب وسط الخرطوم وتحديدا في محطة سبعة عموما سننتظر ونرى ما الذي سيحدث خلال الساعات المقبلة فضيلا شكرا خالد عويس في الخرطوم